نقطة خلاف كبيرة ما بين البلدين لكن التساؤل الأورز قبل ذلك الآن العراق هو المتضرر الأكبر كما تفضلت بالحديث وهناك الكثير من المواقع التي وضعت يدها الكويت عليها لكن التساؤل لماذا تطالب الكويت اليوم بتسوية هذا الملف بالرغم من أن العراق هو المتضرر الأكبر يعني لماذا لا تكون المطالبة عراقية تحدثت عن عدة تفصيلات قامت بها الكويت بالألفين وثلاثة ألفين وثلاثة عشر ألفين وتسعة عشر أين العراق من كل هذه التحركات الحقيقة الجانب الكويتي أو الشقاء الكويتين يعملون مستفيدين من الظرف من الوقت يبنون هم دولة إحنا بالنسبة لنا أزماتنا اللي كانت عندنا كورونا وداعش وبعدها هذه خفاض النفط وكورونا خلانا من شغلين يعني إحنا مسألة الحدود والمياه لا يوجد لهذا الملف أي اهتمام بمستوى عالي الكويت تستخدم الظرف والوقت وتعمل بخطوات وإحنا متأخرين جدا قد يلومني بعض الأخوان العراقيين أو يقولون هذا الكلام مو صحيح لا أنا تكلم بالنظير ماذا قدمت الكويت وهل قدمنا بنفس الوقت الكويت ترسل مذكرة احتجاج ثم يعود الجانب العراقي بعد فترة للرد بأقل ما يمكن ليس بنفس القوة يعني المفروض مذكرة تكون أقوى من مذكرة الكويت لأن هم بدوء مفاوضات وعليه الكويت تسير بخطة ثابتة كونها دولة مستقرة إحنا هنا ما عدنا من يرفع أو يقدم خلاصة حقيقية بها جوانب فنية فيها جوانب بحرية بها جوانب اعتبارية بها جوانب دبلوماسية حتى ننطي لهذا الملف حقه إحنا متأخرين في عملنا وفي أدانا خط الأساس من عام تسعة وتسعين لحد هسه يالله كمل قبل سنة وشوية المجالات البحرية الكويت صدرت وحن صدرنا الجرفة القارية وصدرت الكويت والإيران صدرت لكن إحنا المفروض نوديها لممتحدة نعلنها بقسم المحيطات بأطلس المحيطات قسم الكارتوغرافي بمكتب الأمين العام الممتحدة هذا المفروض يكون على عجالة إحنا على تصحيح نقطة واحدة رقمها 31 أو 34 اتأخرنا أربع سنوات خمسة إحنا نكمل عملنا ونوقف نكمل أنا أتكلم كباحث إحنا بحاجة إلى اللملم أوراقنا ونضغط بقوة ونقول للأشقاء الكواتيين وحدة بوحدة أنت تدون الملف ينحل ما ينحل بها الشاكلة ينحل ملف كل يتبسل لواحده وبعمل واحد مشترك ما قمتم به يعتبر صناعي هذا لا رجع عنا فيش تلعيش صناعية فيش تلقايش صناعية عملكم بالمنطقة المتاخمة غير مقبول العراق لديه مشتركات معاكم جغرافية وعلى أساس المساحة أما بالبر والبحر فهم ظالمين